السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته قبل البدء بالفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس حتى تتوصل بالمزيد إن شاء الله أنقد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع فريقي الرجاء والويداد الرياضيين من أزمتهما مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونجاح في استصدار وثيقة تمكنهما من المشاركة في دور أبطال إفريقية الموسمة المقبل واستغرب عزيز البدراوي أمس الجمعة من خلال تصريح إعلامي رسمي للهاجمة التي تشنها بعض الجماهير الرجاوية ضد فوز القجع مشددا أن هذا الأخير ساعد في أكثر من مناسبة الفريق الأخضر وأوضح البدراوي أن فريقاء الويداد والرجاء كان مهددين بالحرمان من المشاركة في منافسة دور أبطال إفريقيا لكرة القدم الموسمة المقبل قبل أن يتدخل فوز القجع ويحرر وثيقة تتعاهد من خلال لها الجامعة بالإشراف على صرف المستحقات المالية العالقة بدمة الفريقين في نزاعهما مع لاعبين ومدربين السابقين وأضاف رئيس الرجاء أنه إلى غاية إجراء مباراة الدير بالبيضاوي كان الفريقين البيضاويين مهددان من المشاركة القارية غير أن تدخل رئيس الجامعة أنهى المشكل وضمن تواجد الرجاء والوداد في النسخة المقبلة من دور أبطال إفريقيا ترجمة نانسي قنقر